حددت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منشأة النفطية في جدة وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجاني مقيم من الجنسية اليمنية وأشارت إلى أنه تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم يمني نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجد فيه العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة وقالت الداخلية أن الجهة الأمنية بشرطة مكة المكرمة حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو في مواقع تواصل الاجتماعي تحتوي عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منطقة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في جدة وهو مقيم من الجنسية اليمنية تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة الاختصاص ترجمة نانسي قنقر